جيادة العميد لجنة مكافحة المخدرات النيابية تتحدث أنه دائما أنه ترسل إليكم معلومات شنو المواضيع اللي اتحدثت بيها عن ملف مكافحة المخدرات خصوصا أنه رئيس اللجنة لمح أنه أكو زراعة بالعراق قبل ما أجعب على السؤال حضرتك فس حبيت أضيف إضافة بسيطة لما تفضلوا بيه زملائي بأنه الشكر والثناء إلى مجلس القضاء العلاق والمحاكم العراقية لتعاونها التام في تنفيذ قانون المخدرات رقم 50 سنة 2017 وإصدار الأحكام القضائية الصارمة بحق المتاجرين بهذه السموم حقيقة مثل ما تفضل الأستاذ اليوم نحن خلال العام 2024 لدينا 74 حكم إعدام وخلال العام 2023 لدينا 51 حكم بالإعدام بحق متاجرين بهذه السموم أرجع إلى سؤال اللي تفضلت به حضرتك بأنه اللجنة البرلمانية تقدم للمعلومات مديرية العامة لشؤون المخدرات ومؤثرات العقلية انعطفت في عملها السابق من العمل الشرطي إلى العمل الاستخباري أي معلومة تأتينا تكون هي محط اهتمامنا فكيف ما كانت إذا كانت معلومات من مستوى برلماني أو مستوى مسؤول حقيقة لنحن لا نهمل أي معلومة من خلال استراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ومؤثرات العقلية هناك محور خاص هو مراقبة المزروعات وهناك حملات شهرية في بغداد والمحافظات على المزارعين وعلى المزارع لبيان فيما إذا كانت هناك مزروعات للمخدرات حقيقة لم يؤشر لدينا أي وجود لعمليات زراعة للمخدرات في العراق